بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكنا طالبات الحبيبات اشتقت إليكن بعد فترة غياب جعلنا الله وإياكم بخير وصحة وعافية حبيباتي نبدأ اليوم بدرس جديد وعنوان جديد ولكننا قد تطرقنا لبعض من تفاصيل هذا الدرس في دروس سابقة ودرسنا لهذا اليوم هو قضاء الصوم والفدية حبيباتي الطالبات نستذكر سوية الأمور التي أخذناها سابقا وكما قلنا في حصص سابقة ودروس سابقة أن الصيام هو ركن من أركان الإسلام وهو فرض على كل مسلم ولكن غالية هناك بعض الظروف التي يصعب بسببها الصيام فالله عز وجل عندما خلقنا وأوجدنا وفرض علينا العبادات ما فرضها إلا تيسيرا لنا وحبا بنا وكذلك الأمر فالله عز وجل أباح وعذر من لا يستطيع الصيام لعدة أسباب فالأعذار الموجبة والمبيحة للإفطار وقد كما قلت درسناها سابقا سوية ولكن لنستذكرها الآن فالأعذار المبيحة للإفطار أي التي أباح الله عز وجل لنا الإفطار فيها فقد يستطيع المسلم إما الصيام وإما الإفطار بحسب هذه الأعذار وحسب الظروف التي يمر بها ولكل من هذه الأعذار أسباب كما قلنا أما الأعذار الموجبة التي يجب على المسلم أن يفطر فيها وهي الحض والنفاس نستذكر سويا هذه الأمور لأننا سنتحدث الآن عن ماذا يتوجب على كل من أفطر في شهر رمضان غالية عندما أوجب الله عز وجل علينا الصيام فإنما هو أوجبه على القادرين وكما قلنا هناك أسباب تبيح للمسلم الإفطار في شهر رمضان تيسيرا عليهم لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فشرع الأحكام لهذه الحالات من الإفطار منها القضاء والفدية وهذا ما سنتحدث عنه الآن القضاء وحبيبتي كما قلت وقد تحدثنا عنه سابقا إذا كنت تذكرين ذلك فهذا القضاء يكون على من أفطر في رمضان ولكن انظري غاليتي على من أفطر بسبب عذر لا يجوز أبدا أبدا لأي إنسان أن يفطر في رمضان بغير عذر فهو يأثم بذلك فلابد أن يكون عنده عذر من الأعذار التي ذكرناها سابقا فماذا عليه أن يفعل؟ ركزي معي رضي الله عنك وأرضاك عليه أن يصوم أياما مماثلة لعدد الأيام التي أفطرها يعني هذا الصائم أو هذا المسلم أفطر خمسة أيام في شهر رمضان لا بد بعد انتهاء شهر رمضان أن يعيد صيام هذه الأيام ومن حب الله بنا ويسره وأنه لم يقل يجب عليه أن يقضيها متتابع أي وراء بعضها البعض فهو يستطيع من ثاني أيام العيد إلى رمضان المقبل أن يقضي الأيام براحته والدليل على ذلك قوله تعالى قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فإذن لا بد لمن أفطر في شهر رمضان أن يقضي وهذا الدليل الشرعي لهذا الحكم غاليتي أما الآن فنقول أن الوقت الذي يجب عليه أن يقضي في ما فاته من أيام فهي ابتداء من ثاني أيام العيد انظري غاليتي لا بد أن يكون من ثاني أيام العيد إلى ما قبل رمضان التالي يعني رمضان القادم بعد انتهاء الرمضان الأول أفطرنا في هذا الرمضان وجاء رمضان القادم فلا بد قبل أن يأتي رمضان القادم أن نقضي الأيام التي كانت علينا ويستحب التعجيل في القضاء أما حبيبتي قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فهنا نأتي للحكم الثاني وهو الفدية وقد أظن كذلك الأمر تحدثنا عنه سابقا الفدية هي ما هي الفدية؟ الفدية أن يدفع من لم يستطع الصيام لقاء هذا الأمر لا بد أن يدفع مبلغا من المال أو إطعام مساكين بقدر هذا المال ما معنى يطيقونه؟ أي لا يقدرون على صيامه إلا بمشقة غير محتمل أي لن يستطيعوا الصيام فلا بد من دفع الفدية والفدية غالية هذه الفدية لها سبابها إذا أفطر المريض بسبب مرض لا يرجى شفاؤه لا يرجى شفاؤه غالية أي لن يشفى إلا بإذن الله يعني قال له أطباء أنك لن تشفى ولن تستطيع أن تصوم الأيام التي عليك فهنا لا بد عليه أن يدفع الفدية أما الأمر الآخر شيخ كبير في السن لا يستطيع الصيام ولا يستطيع قضاء الأيام التي أفطرها فماذا عليه أن يفعل؟ لا بد أن يدفع الفدية إذا قيمة الفدية ما هي؟ غالية قيمة الفدية كما قلنا لا بد أن تكون ها هي قيمة الفدية إطعام مسكين واحد عن كل يوم أفطره كل يوم أفطر هذا المسلم لا بد أن يدفع إطعام مسكين واحد أو قيمة ذلك يعني الإطعام المسكين هذا المسكين مثلا يريد أن يطعمه وجبة طعام تكلف مثلا ديناري فلا بد أن يشتري له وجبة من الطعام أو يعطيه بدل من هذه الوجبة مالا لنتناقش ثوية في هذا الأمر أو في هذه المسألة أفطر حسام يوما في رمضان بسبب ماذا؟ انظري غاليتي بسبب مرضه وانظري إلى هذا الشرط الآخر ثم 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 شفية من مرضه أي هل يرجى شفاءه أم لا؟ نعم يرجى شفاءه إذن له حكم القضاء فلا بد أن يقضي مما عليه هل يجب عليه الفدية؟ لا لا يجب عليه الفدية إنما عليه أن يقضي الأيام التي فاتته لماذا؟ لأنه شفية من مرضه أما الشيخ الكبير أبو سالم فهذا أبو سالم رجل كبير في السن يعاني أمراضا مزمنة ولا يستطيع الصيام في رمضان لاحظي غاليتي يعاني ماذا؟ يعاني أمراضا مزمنة ولا يستطيع الصيام في رمضان ولا يستطيع القضاء فماذا عليه غاليتي؟ عليه الفدية لا بد أن يدفع الفدية حسب الأيام التي أفطرها في شهر رمضان لذلك غاليتي هذه هي الأحكام التي علينا متابعة دراستها بشكل جميل جدي وواضح وهي القضاء والفدية راجعي حبيبتي الدروس السابقة بهذا الموضوع وانتظرونا قريبا في حصة جديدة لا تنسونا من الدعاء وسأرسل إليكم إن شاء الله أرقة العمل فأرجو منك أن تقوم بحلها وسأرسل أيضا لك بعد فترة إن شاء الله الإجابة النموذجية لتصحح ما قد حللته في هذه الورقة النموذجية إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا